السلام عليكم عاجل نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لفحوصات طبية اليوم أو ليلة 29 أكتوبر أي اليوم 28 ليلاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية بعدما كان في مستشفى عين ناجة هذا الخبر ورد بعد قليل يعني بعض لحظات فقط وهو خبر مؤكد والنقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات يعني على حسب الخبر فحوصات عادية وكما يعلم الجميع بأنه كان في الحجر الصحي بما أن الطاقم الرئاسي أو الحكومي كان فيها ناس أو بعض الأشخاص كانوا مصابين بفيروس كورونا إذن بعدما كان في الحجر الصحي نقل إلى المستشفى بعين ناجة ثم انتقل اليوم إلى ألمانيا لإجراء فحوصات نطلبه إن شاء الله لشفاء العجل لرئيس الجزائر والله يشافيه والسلام عليكم